اصاب شبكة الانترنت العالمية عضل تقني اثر على عدد من المرافق الحيوية في مختلف دول العالم من بينها المطارات والبنوك إلى جانب وسائل اعلام والاتصالات وكشف موقع داون دايركتور المعني بتتبع توفر خدمة الانترنت كشف عن انقطاعات في العديد من البنوك وشركات الاتصالات العالمية وقال ان تأثير الانقطاع جاء على نطاق واسع وفي اماكن متباعدة في فرنسا واسبانيا والمانيا وامريكا الشمالية واستراليا وتأثرت الرحلات الجوية من مطارات الهند بالانقطاع العالمي لخدمات الانترنت وظهرت لقطات طوابير من المسافرين وهم انتظار تسجيل تذاكيرهم في الرحلات المقررة كما اعلن مطار برلين عن وقف الرحلات الجوية لفترة محددة على خلفية التأثير بالعطل العالمي لخدمات الانترنت لكون المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب الخلل الفني في حين ذكرت الخطوط الجوية التركية انها واجهت مشكلات في انظمات الحجز وتسجيل وصول المسافرين واصدار التذاكر بسبب الخلل الفني العالمي وهذا واثر الانقطاع التقني العالمي لخدمات الانترنت على العمليات في المطارات الاسبانية بعد ان ابلغت شركة اينا الاسبانية عن حادث تعرضت له انظمة الكمبيوتر في جميع المطارات الاسبانية كما تأثر مئات المسافرين بالمطارات في جميع انحاء بريطانيا بنقطاع خدمة الانترنت بما في ذلك مطار جاتويك مع بدء العطلة الصيفية من جهتها امرت شركات طيران امريكية كبرى بوقف الرحلات الجوية بسبب مشكلات في الاتصالات كما ابلغت شركات طيران اخرى ووسائل اعلام وبنوك وشركات اتصالات حول العالم عن تعطل العمليات بسبب انقطاع الانترنت كما اوقفت شركات امريكان ايرلاينز ودلتا ايرلاينز ويونيتد ايرلاينز وإيليغاند ايرلاينز اوقفت رحلاتها بعد اعلان مايكروسوفت انها اصلحت عطل الخدمات السحابية الذي اثر على شركات الطيران منخفضة التكلفة